حيكم مشاهدينا ومستمعينا من وين ما كنتوا عم بتشوفونا أو عم تسمعونا دايما عبر هوا صوت لبنان اليوم بانترفيو رح نحكي عن مشاكل يومية بتمرق بحياتنا رح نحكي عن تأثير الحرب بأماكن العمل بين الموظفين كيف ممكن يكون فيه تواصل وضيفتنا لليوم كريستال يوسف معالجة نطق ومدربة على فن الخطابة ومهارات التواصل كريستال أهلا وسهلا فيك مرسي باتريسا أهلا فيك وشكرا على الاستضافة وعلى تضواتك على هاك المواضيع وقت فيها هاك تسقط سهوا مثل ما منقول عن بالنا بهك أيام وبهك ظروف يعني لازم ما تسقط لأنه هيدا المواضيع هي أهم يعني فيه إلى أهمية كبرى بهيدا الظرف بالتحديد خلينا إذا بدأ بلش أنا وياك الحديث نحكي عن تأثير الحرب على الموظفين وحتى على الشركات بشكل عام أو المنظمات لما منقول تأثير الحرب عم نحكي عن تأثير معنوي غير التأثير الحرب كحرب وأزيف وأصف خلينا نضو على هيدا النقطة بالتحديد أول شيء مثل ما قلت باتريسا فيه ناس لا عم تتأثر جسديا وعم تتأثر مديا كمان يعني إذا كانت الشركة أو المنظمة قريبة على الأماكن يلي غير أمنة فأكيد فيه تأثير مباشر خلينا نكون عم نحكي كمان عن التأثير مثل ما قلت غير المباشر أو المعنوي أكتر أو النفس والعاطفة أوقات مثل الشركات يلي بتكون بعيدة عن هول الأماكن وتعتبر بين مزدوجين أكيد أكثر أمانا بس برضو بيضال فيه كتير تأثير على الموظفين وعلى المنظمات المنظمات على الصعيد والشركات على الصعيد المادة كمان عم تخسر لأنه أولويات الناس اللبنانيين اليوم هي بغير مطرح يعني بدون يأمنوا القصص الأساسية المأكل المشرب الملجأ قبل ما يكونوا عم يفكروا أنه يكونوا عم يشتروا أو يستثمروا أو يعملوا أي شيء تاني وبالتالي فيه أيضا ضغط على الموظفين لأنه مش قادرين يبيعوا مش قادرين يعملوا واجبيتهم إذا بديك بالعمل أو يقوموا بعملهم اليومي من ميلة ومن ميلة تانية فيه الضغط المعنوي والخوف يلي هو أنه ممكن نخسر عملنا لأنه الوضع هلقات صعب بتعرفي بتصير الشركات بتعمل داونسايزنج أو إيت وبنفس الوقت فيه ما بتعرفي كل الموظف هو وين ساكن شو عم بيسمع بالليل قدي فيه حواليه خوف ودمار قدي عيلته كمان يمكن منا حاسي حالة بأمان فكل الصحة النفسية بتكون عم تتأثر النوم أو إيت بكل بساطة أنه معم من نام كفية حتى الأشخاص يلي يمكن بعاد بس بتظليك قلقانة هيدا اللي عم نعيشوا كلنا وين ما كنا قديم نكون قرابة بعاد منسمع ما منسمع يمكن أوقات منسمع أوقات لا بس هيدا الضغط النفسي إذا فينا نقول قديش بأثر على تعطينا نحنا مع بعض يعني نحنا منجم لبيوتنا كل واحد مارق بليلة ما حدا بيعرف التاني بشو مارق أو ما حدا بيعرف مشاكل بيته شو هي بنوصل لحتى يمكن نعمل شغل كفريق عمل ولكن كلنا منتأثر ببعض حدا بيتخلق حدا بيكون زعلين حدا يمكن بيكره دموعه نديش هيدا الموضوع دقيق أنا بقول هلنأ نحنا كلنا بيموشون الهايجاك يعني مثل كأنه عواطفنا ومشاعرنا هيك أخدي عقلنا رهينة أنا بقللون أوقات لأنه عن جد أنت بس شوف الطرقات شوف العالم على الطريق كيف هم عصبية عبعدة بديك يعني بتحسين أنك زمور ممكن أوقات يعمل تريجر لأشياء أول شي العالم كلها عم تعيش نوع من صدمة أو في ناس عم يعني ما عم من لاحق حتى نقول فيه PTSD لأنه بعدنا بيقلب الصدمة وفي ناس عم تعيش أكيد PTSD اللي هو ما بعد الصدمة بنفس الوقت في كتير ناس يعني حساسة يمكن أكتر من غيرها وكل واحد بيتعامل باتريسيا مع هالمواضيع ومع هالحالات مع هالقلق الزيد مع هالمستوى من الحزن الشديد عم نواجه خسارة وفقدين كتير كبير إذا كان لصورة بلدنا كيف منعرفه إذا كان لناس يمكن منحبهم إذا كان عنا قلق من بكرة شو جاي يعني أوكي هلأ اعتبرين إحنا حتى بمنطق أمني بس بكرة كيف رح يكون هالبلد كيف رح يكون حياتنا كيف رح تكون شغلنا كيف رح يكون الماديات كيف رح بتكون فكل واحد جايب معه كل هالباجاج معه وجاي على مكان شغله وكل واحد بتعامل مع الموضوع بطريقة مختلفة فيه ناس بتكبط كتير فيه ناس بتعبر أكتر فيه ناس بتسمح لحالة تبكي فيه ناس أبدا بتضل إنه ما في شي فيه ناس عامل نوع من نكران إنه ما في شي ورواء وإنا عم بشتغل وكله تمام وفيه ناس بتحس إنه بتعبّي 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 بأي لحظة أي تشغل صغير تنفعل بشكل بتقول إيه إنه هيدا الشخص ما معقول ينفعل عادة بأكتر مش هو يعني مش هو بصيري قوات تطلعي بأشخاص بتقولي مش هنه هول مش هنه يعني نحنا بنعرف قديش الضغط النفسي بيأثر على الشخص وكيف بينعكس على تواصله مع غيره هون النقطة الأساس يعني قديش منقدر أو قديش صحة نكبت خاصة بأمكان العمل يعني أنا ببيتي يمكن فيش خلق بس بمكان العمل يمكن ما بقدر فيش خلق أول شي هيدا الوقت بدو يروح من وقت شغلي تاني شي يمكن الشخص التاني المقابيلة ما إنه مضطر يتحملني بضعفة وبانهيارة شو بيصير بهالنقطة؟ بلا مضطرين نتحمل بعض بكل بساطة نحنا هلأ بوضع بدنا نحمل بعضنا إذا ما في هيدا الجمعة والوحدة يعني عم نحكي عن الوحدة بوجه آخر بس الوحدة اليونيتي أنك أنت تحس حالك محمولة أنك أنت تحس حالك بمكان عمل أنت منتمية لقلو وفيه جروب قدر يشيلك فيه ناس قدرة تسمعك أهم شي نكون عم نعمل كتير من الاستماع الفعال نسمع بعضنا ونسمع أنا بقول لهم لازم نسمع لأنه هيدا اللي أوقات يعني رديت الفعل مثل ما قلت هيدا منه هو هيدا الشخص هيدا يعني عم بقلي شي أوقات في cry for helps نحنا ما منسمعه فيه طلبات استغاثة مش بس أن حدا يكون تحت الأنقاض عم يطلب أوقات في حدا نفسيا منه منيح بيكون عم بيعبر فيه ناس ما بتعبر أبدا وبتعتبر ما في شي وهون دور كمين القيادة بالعمل يعني الأشخاص الي هن المسؤولين عن مكان العمل أنه يحسسوا الموظفين وكل الجماعة أنه نحنا إيد وحدة أنه نحنا جماعة في انتماء في استماع للآخر في احتضان وأهم شي في تعاطف كتير كبير وأنه هيدا المكان it's a safe place مكان آمن مش بس جسديا مكان آمن نفسيا وعاطفيا طال أشخاص تعبر عن حالة تتكون حالة وتتقدر تقول ونحنا كمان علينا نكون شففين يعني إذا نحنا حاسين حالنا عاملين burn out أو نحنا حاسين حالنا وصلين لدرجة وين العواطف هيك إخدتنا كتير أو نحنا مش كتير منيح مش غلط بهيد الفترة ما نكونوا منيح ومش غلط نعبر أنه أنا مني حاسة حالي كتير منيح ما ليه بده نهار off أو أنا اليوم بده أشتغل أقل أو أنا اليوم مني إدراءات productivity مية بالمية فعالية وإنتاجية بعملي مية بالمية مثل العادة فكمان هون دور الـ group يلي نحنا بنشتغل معه الـ team work وقت نحكي عنه هون دوره أنه يكون عم بيدعمنا يعني إذا فينا نقصم المهام إذا فينا نسمع لبعض أكتر نكون شففين مع بعض ندعم بعض ويكون كتير فيه من التعاطف بمكان العمل لأنه بالنهية نحن بهذا المطرح منقضي أكتر من نصف نهارنا أكيد منقضي أكتر وقت منقضي مع أهلنا يمكن كريستال حكيت عن القيادة والتواصل القيادة يعني لما بيكون رئيس العمل إذا فينا نقول هو يعني بده يكون قائد السفينة بس بكتير من الأوقات القادة بيكونوا هن بحاجة لحد يسمع لهم لأنه المسؤولية اللي بتترتب عليهم هن أكبر بكتير من المسؤولية اللي بتترتب على كل موظف لحاله المسؤولية على الكل طبعا كبيرة خاصة بهيدا الأزمة وبهيدا الظروف ولكن المسؤول أو الرئيس أو المدير أو رئيس مجلس الإدارة هيدا المسؤولية بتترتب عليهم كتير كبيرة وهون يمكن بصير دور موظفين كامل يخفف ونتفي من هيدا الضغط نرجع مين قبل نجيجي قبل ببيضة لأنه لأنه كمان الموظف يعني عايش هيدا السترس خايف يفقد شغله إذا يمكن نهار ما بده يجي أو ما نه قادر يجي يمكن شخص تاني ما يستوعبه بهيدا الحالات شو بصير قبل ما انتقل أنا وياك لنحكي عن الفرق بالأشغال لأنه كمان بتختلف أكيد باتريسا اللي قلت كتير صحيح وكتير منشوفه أوقات أرباب العمل أو مش بس أرباب العمل أوقات في شخصيات قيادية يعني أنت ممكن تكوني منك بأعلى رتبة بهرم الشركة بس أنت كاركتارك قيادة أو أنت بالجروب الصغير يلي أنت بتشتغلي معه بساكشن معينة أو بفريق عملي معين كون أنت عنديك مهارات قيادية وبتحس سبحان الله في حدا هيدا من التكل هيدا بيحمل ومنصير نقول لأنه بيحمل أوقات عنا تندانس عنا ميون أنه نحمله زيادة أنه يلا ما هيدا بيحمل ما بتفرط ما عليش شيء إذا حملتها بس باتريسا كل واحد عنده النقطة يلي بيفرط فما فينا نظلم التكلين أنه هيدا الشخص ما بيفرط وبنفس الوقت مشان هيك حييت عن الشفيفية والوضوح يعني والصراحة والصدق بطريقة التواصل وبنفس الوقت نكون يعني نحن نكون وثئين من شو عم نقول بس نكون واضحين وصريحين وشففين وهون هيدا هيدا الشفيفية بدأ تجي من الطرفين يعني القائد بما كان العامل بدأ يجي يقول أنه يطمن بمحل معين أنه يا جميع أنتم رح تخسروا أشغالكم أو بالقلب إذا هو منه قادر يستمر وشهر الجاي رح يبلش يكون عنده مشاكل بأنه يدفع مثلا المعيشات أو إذا المبنى اللي هني فيه ممكن يكون مهدد أو بخطر أنه يقول هيدا الشي نحن بهيدا الوضع بس أنا رح تطمنكن بواحد اثنين ثلاثة فكمان نطمن إذا قادرين وعقد ما قادرين بلا مبالغة وبنفس الوقت نكون سحي مية بالمية ومش كمان دراما وتعتير ورح الحقيقة بكرة الحقيقة مثل ما هي قد ما كانت هالحقيقة صعبة بهالظروف بس نقول هالحقيقة وبنفس الوقت الموظفين ما نفط باستغلال هيدا الشي يعني مش إذا قالوا لنا بالشغل كان عنا ويرج كولتر أو ثقافي بما كان العمل مويحة ومتفهمة ومتعاطفة مش نحنا نستغل هيدا الشي لأ نكون كمان نحنا مسؤولين من حالنا وعن حالنا وعن شغلنا بنفس الوقت نكون متعاطفين مع حالنا يعني نسمع حالنا على الأد وما يجب نروح بولا إكسترام بولا شكل متطرف يعني ولا أنه أقول أنا مني قدرأ وفارطة وما رح أشتغل وبقعد بالبيت كل نهار لأن هيدا الشي تعرفي يعني بجر بعده ولا كمانا نظل نكابر على حالنا أنه لا ما في شي وأنا أدرأ أشتغل تمام وبحمل 5000 بطيخة وبعدنا نفرض نفرض فارطة كبيرة فارد مرة وهون هيدا التواصل بين الشريكان يعني بين القائد وبين الأشخاص اللي بيشتغلوا معه بفريق العمل كتير مهم أنا عرف كل واحد وين هو وقد قدر يتحمل وأوقات ببساطة بتكون القصة دي أوف أو بتكون القصة أنه تدليجي أنه هاي التاسك عادة متعاملة باتريسيا صحيح اليوم استثنائيا رح نعطيها لكريستال مثلا شخص طاني قدر يعمله نعم كريستال لما حكينا عن هيدا الموضوع في تحديات بيمرق فيها فريق العمل أو حسب كمان نوع الشغل يعني فيه أنواع أعمال بتكون بمرحلة أصعب كتير من غير أشغال يعني نحنا مثلا بالمجال الأعلامي إذا فينا نقول وحتى مجال تلفزيونات الإذاعات الوابسايت يعني كل ويكلات الأنباء كمان بيكونوا بوضع أصعب كتير من أي شركة أخرى لأنه الضغط يلي عليهم بيكون أكتر بهول الاثنين كيف بيصير يعني كيف ممكن الناس تتصرف كيف ممكن الناس تستوعب بعضها كيف ممكن الناس كمان تكون قادرة يمكن وقت التطعب تقول أنا تعبت يعني أول شي بدي وجهلك تحية إليك باتريسا ولكل الإعلاميين اللي بيشتغلوا مثل ما قلت بالتلفزيون بالإذاعة بواكلات الأنباء وكمان اللي مثلكم عم يعيشوا ظروف كتير صعبة هون التحية الأكبر كمان لكريستال معلاش لكل المرسلين والمرسلات يعني بالميدان لأنه هون اللي عم يعيشوا بكل تفاصيل حتى حياتهم بخطر كل الوقت وكمان بنا نقول نفس الشي عم يعيشوا ويمكن أكتر المصعفين بالطلاب الأحمر وبالدفاع المدنة والفريق الطبي لأنه مجبورين يكونوا بجهوزية تامة ومجبورين مش بس يكونوا بجهوزية تامة مجبورين يكونوا كل الوقت يعني مثل كأنك أنت كل الوقت عيش بسترس كل الوقت لأنه ما بتعرفين إذا أنت نايمة الساعة ثلاثة ممكن يوصل لك ميسج أنه نحن هلأ بـ وكل الأطباء وفريق العمل أو المصعفين أو الإعلاميين بدون يكونوا ستاند باي تيكونوا عم يعملوا هيدا الشغل فأنت هون عيش بسترس كنتينيووس يعني أنت مش عم تعملي حتى سترس وترغي ترخي أنت كل الوقت عايشة بتعصيب عايشة بقلق عايشة بالانتظار أنه أنا أي ساعة رحي دقول لحظة ممكن يصير شي صح وبلاس الأشخاص المراسلين والمصعفين يلي على الأرض عم بيسمعوا أشياء بشكل مبالغ كتير عم بيعيشوا أشياء بشكل مبالغ كتير عم بيشوفوا أشياء يعني ما منعرف كمان شو عم بيشوفوا عم بيشوفوا عم بيشوفوا عم بيشوفوا دمار عم بيشوفوا عم بيشوفوا أشلاق بكمين هالظروف الكتير آسية اللي عم بيشوفوها ونفس الشي الأشخاص اللي عم بيكونوا بغرف الطوارئ كمين عم بيشوفوها فأكيد الاسترس كتير عالي القلق كتير عالي وأكيد هول الأشخاص معردين أكتر من غيرهم أنه يصير عندهم مستويات قلق أو حزن شديد أكتر من غيرهم مشان هيك كتير بدون يهتموا بحالهم وبدنا نهتم ببعضنا متل ما إلنا بفريق العمل بدنا نحمل بعضنا وما فينا نضل كل الوقت بنفس الاسترس مشان هيك كتير مهم بتلاحظة كمين عم نشوفهم على التليفزيون كتير بيبدلوا كل ساعة ساعتين بيكون في حدا عم بياخد عن حدا لأنه ديجات تعرض بس للنيوز للأخبار أنه أنت تكون عم تسمعي أخبار عم تشاهدي هالأخبار أنت أرادة عم تحطي على حالك ضغط كتير كبير فالرياحة كتير مهمة تأكنولج أنه نحنا نعرف ونعترف أنه نحنا بوضع استثنائي ونحنا بوضع صعب ونحنا بوضع التعصيب أو الاسترس كتير عالي علينا بهالفترة وأنه نقول يعني نحنا لما نحس حالنا أبدا مش قادرين نروح هلأ الدفو بروفسيونال طبعا الإعلميين إجمالا أكيد أنه حتى لما يكونوا بعاد بيضلوا يتابعوا هوني لازم لا ناخد بريك صغير ما كتير نتابع الأخبار والمستجدات بها اللحظة الشيء الكتير كبير رح نعرفه كلنا بطريقة أو بأخرى فمعلي شيء نسمح لحالنا نرتاح ونشوف نحنا نفهم حالنا نحنا كيف عم نعمل كيف عم نتأقلم مع هيدا الشيء ونحنا حكينا عن التواصل مع الآخرين بس ما حكينا عن الانترا بيرسونال كومينيكيشن أنا كيف بحكي مع حالي صحيح هذا شيء كتير مهم نحنا نسمع على حالنا نسمع على جسمنا نسمع على أفكارنا نحمي حالنا ونحكي مع حالنا بطريقة كمان مطمئنة وفيها تعاطف يعني ليش نحنا دائما نفكر أنا أنا بدأت تعاطف مع الآخر بس بنسحاني مثل يعني أنا دائما بقول ها وديو تاكتو افراند كيف ممكن تحكي مع صديقك اللي صديق عم يمرق بهيدا الشي اليوم طب قولي لحالك ومهم أنه نتواصل مع مع الأكيب اللي عم نشتغل معه نعم تانيخد هالبريك إذا نحنا عايزينه حالو بدأ منيك هيك قبل ما ينتهي وقتنا ونرجع نحكي كيف معقول نكون عم نستعد لمرحلة التعافي بدأ هيك مني كم نصيحة كيف ممكن نتواصل مع بعض إذا الكل معصب هلأ بالتاند الكريز بأوقات مع بدايئة كريز بالعربي خلينا نقول الحرب أنت كعين داعي هلأ منلقيها إذا الانيها منرجع من قولنا بأوقات كريزيز تايمز أو وور تايمز يعني نحنا يلي نحنا هلأ فيها أوقات شدة كتير كبيرة كتير مهم مثل ما أنه أول شيء الاستماع الفعال نسمع لحالنا ونسمع لغيرنا كتير مهم الشفيفية بالتواصل والصراحة ولا مبالغة ولا بالإيجابية ولا مبالغة بالسلبية وهوني إذا بتسمحي لباتريسا كتير منسمع لا يوجد مجال لهيك شي وكمان بدنا هتا تنظير صار بهذا الفترة مئة بالمئة وهيدي التوكسيك بوزيتيفتي هذه المزحجة بتصير مسمة للآخر ولا إليك هوني يمكن بس فينا نقول شغلة وفينا نعمل شغلة هي أنه نصلي ونسلم لا ربنا يعني هيدا هيدا يمكن يعني بحدود بسيطة وهيدا المنفذ الأأمن لألنا نفسيا مثل بايمن يعني بس بنفس الوقت بديك تنعي مثل ما قلت أنه نسلي مقلت كلمة كتير حلوة باتريسا أنه بديك تنعي كمان بمحل أنه إحنا ما عنا كونترول على كل شيء وبما أنه ما عندي كونترول على كل شيء أنه أقعد قدم التليفزيون كل نهار وإسمع أخبار وكرر مع نفسي هيدا شيء وعدت الحالي هم زيادة ما رح يوصلني لمطرح لأنه ما رح غير شيء فجرب أنا كيف ممكن أحمي حالي أحمي اللي بحبهم وكمان أوقات يعني نحنا ديما بنحكي عن المقاومات ومنحكي عن أنه نحنا بنحارب نحكي أوقات أنك تشتغلي أنك تكمل عم تعملي صحيح لأنك تشتغلي مستمرة هيدا أقوى نوع من أنواع المقاومات صحيح لأنه ما فينا نقعد ونكتف إيدينا أو ننطر الموت أو ننطر الحرب أو ننطر نأفلس أو ننسرح تنتهي حياتنا يعني ما فينا نحنا نكفي هيك صح وبدأك تكوني غم تبني يعني شو يعني أمل شو يعني أنه إحنا عنا أمل بهالبلد أنا أنا بقعد ونطر ليخبروني أنه خلص مشهل حالا أنا عم بعمل شيء وبرالل أنا عم بعمل فيه أمله وكل واحد من مطرحه إذا كل واحد بيعمل اللي هو قدر يعمله اللي هو بيعرف يعمله بيكون عم بيحطها نقطة الأمل للبنان بكرة للبنان يلي بدو يطلع من الحرب وبننرجع نبنيه بطريقة بتشبهنا هيدا اللبنان بحاجة لهول الأشخاص يعني إذا إحنا كلنا تركنا حالنا وزحنا عجنب ونسحبنا مين بدو يعمل هيدا الشيء فلا قد ما فينا نكون قوقت لأنه في أشخاص تحسد الزنب أنا ما بني شيء وأنا بعيدة وأنا كيف عم بيشتغل كأنه ما في شيء وفي ناس بيحسسوك بزنب أنه ولو وبعدك عم تشتغلي ولو وبعدك أكتف على السوشيال ميديا ولو وبعدك ما بعرف شو عم تعملي إذا كلنا ما عملنا كيف بيقوم هالبلد وكيف بيضال في ناس أصحاء جسديا ونفسيا فنرجع نكمل فأنه نسمح لحالنا نعمل لأقصاص نتواصل مع الآخرين وكمان نترك مجال للتواصل الاجتماعي مش بمعنى بس السوشيال ميديا بس التواصل الحقيقي أنه تظهري تحكي مع نسبة حبيهم تعملي هالكوننكشن ترجعي ترتبطي مع الأشخاص تحكي معهم أكيد بحدود منطقية وآمنة إيه أكيد بس أصدق أنه ما نعزل نفسنا حتى ما ننفهم غلط مش يعني نروح نسهار لا لا بس بس أنه ما نقعد بعزلي لأنه كمان إذا عدت بوحدتك وبعزلتك صحيح هذا القمر بيزيد الموضوع سوء مية بالمية والدماغ أصلا حتى على الصعيد الفكري والذهن بيصير فيه تراجع معين وبتغرق بأفكارك فإذا بنرجع هيك أعطيك ملخص سريع عن النصائح استماع فعال كتير ضروري بأماكن العمل وبالعائلة أيضا ومع حالنا التعاطف الأمبثي أنه نحن يكون عنا نقدر نسمع للآخر نقدر نحس مع الآخر ونشوف كيف ممكن نساعد بعدنا الشفافية والوضوح والصراحة بالتواصل بلا مبالغة ولا إيجابية ولا سلبية وكلمات مطمئنة بحدود منطقية وواقعية وبهذا الطريقة ومعهولة النصائح كلهم أكيد منكون عم نستعد لمرحلة التعافسة مفروض إذا الله يراد في أي شيء بعد لازم نعمله هل حتى نكون مستعدين لنتعافة ويتعافوا الناس اللي حوالينا كمان أول شيء لازم مثل كل المرحلة بوست شيء يعني بعد شيء بدنا نعمل الأساسمنت بدنا نعيد تقييم الوضع يعني لازم نحكي عن الشركة بدأت شوف هالشركة شو خسرت شو ربحت شو وضع قد قد تكمل مع هالموظفين وإلى ما هنالك كل شخص كمان هو الحال وبيقدر يعمل هالأساسمنت أنا كيف كبرت كيف نضجت أنا شو خسرت بهالفترة أنا كيف تعملت مع هالموظوع لأنه كمان قد أثر عليك صحيح الأزمات والصدامات بتوعي فيك قصص وبتفهم حالك أنه أنا ليه تعملت هون بهالطريقة يمكن لازم أشتغل على هالموظوع أنه نحضر مثل ما أنا من بعد ما نعمل الأساسمنت نظل قد ما فينا نكون باستمرارية بتواصل بالعمل مواصلة العمل قد ما فينا تنقدر نوصل لهديك المرحلة اللي هي إذا الله راد بعد الحرب بجو من الرواق ومن السلام أنه نحن نقدر نشتغل ونكمل ما نكون بدنا نقعد نلملي محالنا تنكمل أوكي ما رح نبلش من مطرح كتير متقدم بس كمان في فريق تبلش من السفر من ما تبلش من تحت السفر فكمان الشركات لازم تكون عم تعمل هيدا الشي وكمان أنه نحط خطة عمل يعني إذا نحنا بشركة أو منظمة أو حتى نحنا لحالنا لحياتنا الشخصية نحط خطة عمل ونكون بخطة العمل تبعنا وقاعيين مرسي وقاعيين هاي الكل ما نحط أحلام أكتر بكتير من أدوراتنا المادية والجسدية والنفسية أنا بتتشرب عشر تاليخ دولار بهالأوضاع يعني كمان نكون منطقيين ووقعين ونسمح لحالنا يعني ما ليش شي إذا حسينا أنه أوكي أنا تراجعت شوي بشغل أوقات دائما في مرة مريض كان كاتبها قدامه تيرجع يتعافق تشوفه كان كاتب أنه السهم أوقات بيضطر يرجع لورا تيرجع يطلق إن شاء الله هالشي يكون للبنانيين صحيح وللبنان صحيح أنه نكون عملنا هالنكسة بس تنفذ هيك نشوف لبنان مزدهر وسويسر بيستيهل البلد وبيستيهلوا اللبنانيين ونوقف بقى سورفايفل أنه نحن بس موجودين عمناكل ونشرب والنام وكمان نوقف نبكي على الأطلال صحيح يعني ما نكتف إيدينا ونبكي نشتغل حتى نبني هيدا المجتمع وهيدا البلد بشكل أفضل أنا بدأ أشكرك كتير كريستال يوسيف معالجة النطق ومدربة على فن التواصل وعلى مهارات التواصل وفن الخطاب أهلا وسهلا فيك دايما بصوت لبنان شكرا لإليك